في مقابلة خاصة مع الحدث أكد وزير الداخلية اللي بيع مادي طرابلسي أن كل قادة الجماعات المسلحة رحبوا بتنفيذ الخطة الأمنية والخروج من طرابلس لافتا إلى خروج تلك الجماعات أنه سيكون في القريب العاجل في ملف انسحاب كل الأجهزة الأمنية الرسمية والقوات المسلحة التي تتبع على السركان لمقراتها وإفساح الشغل لجلال الشرطة هذا جاء على طيب خاطر من كل أجهزة الأمنية أنا نتكلم عن الجهازة عن استقرار، على الجهاز الردى، جهاز الأمن العام، الشرطة القضائية، اللواء 111، اللواء أربعات، قدع مدريات عن طيب خاطر وبالعكس أنا اتحدثت مع كل الأمراء لهذه الأجهزة الأمنية وبالعكس مستعدين يقدموا حتى أنكانيات ما عندها الأجهزة الأمنية هذه يدعموا الشرطة لنقوف في الشارع متى سيعود مع الوزير؟ متى ستعود كل هذه الأجهزة التي تحدثت عنها إلى تكنات؟ بإذن الله في القريب العاجل وعن أمن مدينة الزاوية أكد وزير الداخلية أن وزارته التي لا تمتلك أي سيطرة عليها وفق تعبيره مستعدة لتنفيذ خطة أمنية خلال 30 يوماً في حال اتفق أهالي الزاوية على وقف الاشتباكات الصراع اللي حاصل في الزاوية هو شيء مؤسف جداً ما يدرش أني نتغاضى ونقول أن وضع أمني ممتاز كوزارة داخلية الحقيقة ما عندي ليش سيطرة في مدينة الزاوية نهائية حقيقة كمدينة الزاوية ليش؟ لأن الزاوية أحد مدن فبراير لما نتكلم الزاوية نقول الزنتان ونقول مصراتة ونقول بنغازي هذه مدن التورة عندها عدد تسليح كبير إذا تم الاتفاق ما بين الجهات المسلحة في الزاوية نحن مستعدين نقوم بخطة أمنية في الزاوية في خلال 30 يوم من ترابلس ينضم إلينا الكاتب والبحث السياسي محمد محفوظ من بنغازي ينضم إلينا الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان مرحباً بكما دعني أبدأ من ترابلس مع سيد محمد يعني كلام الترابلسي عندما يقول بأنهم اتفقوا على إخلاء ترابلس من المظاهر المسلحة هذا الحديث قيل أكثر من مرة في ليبيا بالتحديد آخر حديث نفسه لعماد الترابلسي كان في شهر رمضان على أنهم اتفقوا على إخراج الجماعات المسلحة السؤال الأول قادر على إخراج الجماعات المسلحة عودتهم إلى ثقناتهم ثقناتهم في ترابلس وأنت تعرف أكثر مني أستاذ محمد أنت موجود في ترابلس الثقنات العسكرية في واحدة موجودة في زاوة الدهماني وسط ترابلس الأخرى موجودة وهي معروفة زمان بكتيبة خميس أمام مستشفى القلب كيف سيخرجهم من ترابلس وهم موجودون في ترابلس سألت مساء أستاذ مبروك وتحية للدكتور فرج والمشاهدين الكرام بكل تأكيد هذا ما كنت أود قوله بأن هذا الكلام وهذا التصريح ليس للمرة الأولى التي يتحدث بها السيد ترابلسي أنا تحدثت هنا على الحدث تقريبا قبل شهر رمضان وكان هناك تصريح أنذاك للسيد عماد ترابلسي بأن ترابلس سوف تخلى من التشكيلات العسكرية بحلول عيد الفطر وأتحدث بشكل قطعي أنا ذاك أتذكر أني تحدث بشكل قطعي بأن هذا الأمر لن يحصل مهما تحدث الوزير ومهما خرجت من علامات تدل على أن هذا الأمر لن يحدث بكل تأكيد الأمر يرجع للسببين أولا الوزارة الداخلية حتى ولو افترضت جدلا بصدق الكلام الوزير في مسألة قبول التشكيلات العسكرية مبدأ العودة للثكنات وهو الذي يحتاج إلى تفصيل أكثر حتى لو اتفقنا بهذا الأمر هناك شكوك حقيقية أستاذ مبروك بأن أجهزة الدولة الرسمية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع تستطيع أن تملى هذا الفراغ الذي تؤمنه هذه التشكيلات العسكرية خاصة فيما يتعلق في مناطق طوغ طرابلس وجنوب طرابلس هذه المناطق الشاسعة والتي موجود فيها على سبيل المثال اللواء 444 هذا كمثال الأمر الثاني أيضا عندما نتحدث عن عودة التشكيلات إلى الثكنات هذا يعني ضمنيا أن جملة خروج التشكيلات من العاصمة تعني عدم انتشارها في الشوارع وفي الطرق ولكن عودتها لثكناتها وبالتالي الكثير من الناس الكثير من المراقبين لا يرون في هذه الخطوة أي تأثير ولكن هذه الجماعات لا تستمر إلى وزارة الداخلية يعني هي لا تأتمر بإمرتها ستخرج متى شاءت نعم بكل تأكيد طيب نعم بكل تأكيد أنا سلمت معك جدلا أستاذ مبروك في مدى أن تصريحات السيد العماد هي تصريحات نابعة عن تفاهمات أنا سلمت معك جدلا وافترضت فرضية أن هذه التشكيلات اتفقت مع عماد ترابلسي على أن ترجع للثكنات وهذا أذر محل شكوك لأنه بكل تأكيد أنا أظن أن مسألة الوصول إلى النفوذ والمسألة التأثير في صنع القرار سوف يكون أقل بكثير إذا عادت هذه التشكيلات إلى الثكنات ولم تنتشر في الشوارع نذهب إلى بنغازي معنا من هناك الأستاذ فرج زيدان مرحبا بك شكرا لوجودك معنا أستاذ فرج عندما يقول وزير الداخلية بأنه اتفق مع الكتائب المسلحة على ماذا استند في اتفاقه وهم لا يؤتمرون بإمرته ولا بإمرت حتى الجيش الليبي الموجود في المنطقة الغربية بداية أن أمسي طيبة لك ولضيفك الكريم الدكتور محمد محفوظ ولكل السادة المشاهدين والمشاهدات أنا في تقديري بأنه حتى ولو افترضنا جدلا بأن هناك نوع من التفاهمات حصلت بين السيد الطرابلسي مع قادة التشكيلات المسلحة الحديث الآن أنه لا توجد أي ضمنات حول هذه المسألة والنقطة الأخرى والأهم أنه لا قدرة له على فرض إبعاد هذه التشكيلات وإقصائها من طرابلس التجربة أثبتت بأن السيد عماد السايح هو أضعف مما يؤدي هذا الدور أثبتت هذه المسألة التعاون كما كانت صريحا مع مدينة الزاوية بأن الداخلية لا سلطة لها في الزاوية المسألة تختلف والوضع في طرابلس عن الوضع في الزاوية نحن الآن نتكلم عن تموقع ووجود وزارة الداخلية داخل طرابلس الآن ومن ثم هو لا يريد الدخول في صدام مع ميليشيات طرابلس ويدرك هذا الوضع جيدا الآن لأن هي السلطة العليا ولديها الكلمة العليا في طرابلس وأن المواجهة معها ستكلفه الكثير والذلك هو يتعمد حتى الحديث عنها بشكل دبلوماسي أن قادة هذه التشكيلات تعهدوا بالخروج وتعهدوا بدعم وزارة الداخلية وما إلى غير ذلك الواقع يثبت غير ذلك أن هذه التشكيلات المسلحة الآن هي موجودة من أجل الغنيمة من أجل السلطة من أجل المال الآن ومن ثم الخروج هذا الخروج الآن يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى ضغط دولي هناك إشارة أخرى عماد طرابلسي أنا في تقديري بأنه الآن يحاول الترتيب لوضعه في المرحلة الجديدة هو يرى بأن هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية في إطار خطتها العشرية هناك محاولة للتواصل بين بنغازي وما بين طرابلس الآن والتركيز على مسائل أخرى أبعد عندما نتحدث عن الجنوب ولذلك هو في الأيام الفائتة قال مستعدين ولدينا عناصر من وزارة الداخلية يقدرون بالخمسين ألف مستعدون للالتحام مع القيادة العامة في تأمين الجنوب وحدود الجنوب ويدرك أن هذه المسألة تدغدغ مشاعر الأوروبيين والولايات المتحدة بالنظر إلى العمق الاستراتيجي لهذه المنطقة وتأثيره على منطقة الساحل الأفريقي فهناك تصريحات يصدرها عماد طرابلسي للخارج أكثر ما يصدرها للداخل لكن الواقع يقول بأن التشكلات المسلحة باقية وبأن عماد الساح لا قدرة له على إقصاء هذه التشكلات ولا يوجد لديه أصلا ضمنات لإخراج هذه التشكلات طيب سيد محمد من طرابلس ماذا نفهم من وزير داخلية يسيطر على المنطقة الغربية بأن الداخلية لا سلطة لها على مدينة الزاوية من هنا أسأل هل الداخلية اليوم سلطة على مدينة مصراتة التي أغلقت فيها الطرق أكثر من مرة هل الداخلية اليوم سلطة على ما جرى الليلة الماضية في تجورة التي تبعد عن وسط العاصمة طرابلس أقل من 15 كيلو متر استمرت فيها الاشتباكات لأكثر من خمس ساعات هو المقصد الوجود الجزئي أو وجود الشكلي بكل تأكيد هذا ما هو المقصود في كلام عماد طرابلسي فيما تعلق بمدينة الزاوية وأعتقد أنه في حال ذاته في حال التنقضات إذا ما قورنت هذه التصريحات فيما يتعلق بمدينة الزاوية بالأعمال أو التصريحات التي يتحدث بها الوزير في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمعبر رأس جدير وفرض سلطة الدولة فيه ما يتعلق بمدريات أمن الجبل الغربي وتتذكر أستاذ مبروك حدثت ضجة كبيرة دفعت بلديات المناطق الأمزيغية لمقاطعة حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية وعدم اعترافها بهذا القرار وأيضا فيما يتعلق بإعلان الترابلسي حتى سيطرته أو عزمه أن تبسط الدودة سيطرته على مطار ميتيقا والمنافذ البحرية والجوية أعتقد كان جديرا بالمؤسسات الأمنية والحكومة أن تفعل أو أن تبادر لحل المشكلة في مدينة الزاوية ونحن نتعامل للأسف الشديد كل التشكلات المسلحة التي تحدث بين حالة صراعات تحديدا في الزاوية هي شكليا تتبع الدولة تتبع الحكومة عناصرها تتقاذى مرتبات من الحكومة وبالتالي حديث السيد ترابلسي هو حديث مستمر لكافة المسؤولين مسألة أن تكون هناك تفاهمات داخل الزاوية بعد ذلك تدخل الدولة هذا أعتقد فيه تناخذ الدولة يجب هي أن تفرض ضيبتها داخل مدينة الزاوية يجب أن تكون هناك صوت عالي إذا كان هناك إرادة فعلا لصلاح من ترابلس الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ شكرا جزيلا لك من بنغازي كان معنا الباحث السياسي والاستراتيجي اللي بيفرج زيدان شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات